وهو الشتاء ايه غير شوية نواعم الوزاز كده محشيين ارفة وسكر يا خبر ابا كده وطعمها في منتهى الجمال الله خطيرة راحتها جابت اخر الدنيا تعالوا نشوفوا المئدير نص كباية زيت هنحتاج كمان نص كباية سمنة نص كباية اشطة ممكن اشطة توش اللبن ونص كباية مية نص كباية زبادي ويلا بينا نرفعهم على النار لغاية ما يبقوا دافين دافين وبس احط لهم معلقتين صغيرين خميرة معلقتين كبار سكر هضيف كمان معلقة صغيرة فانيليا معلقة خل كبيرة هحط كمان نص معلقة صغيرة من الملح وهضيف كمان معلقة كبيرة من الباكنج بودر وجبت الخلط او العجين حطيت فيه خمس كبيات من الدقيق المنخول وهضيف الخلطة اللي احنا عملناها الدافية دي على الدقيق وابتدي بقى عجينهم لغاية ما العجينة تنعم معنا العجينة هنا بتكون نعمة وفي نفس الوقت كمان طرية زي ما نشايفين كده طرية جدا وده اللي احنا عايزينه ايوا بالشكل ده تعالي بينا بقى يلا نكور العجينة بتاعتنا بس هنسيبها الاول نغطيها ونسيبها تخمر شوية مش كتير يدوبك نص ساعة في التوقيت ده هبتدي اعمل الحشوة كبيت سكر معلقة كبيرة ارفة ومعلقة صغيرة من الكاكاو هحط كمان معلقة كبيرة من دقيق السميد بتاع البسبوسة وكمان معلقة زبدة ادعاكهم مع بعض كويس قوي وهتكون دي الحشوة اللي هنحشي بيها تقدري تزاوديها مكسرات او شوية زيبيب زي ما انا حطيت دلوقتي وكده الحشوة بقت جاهزة فاضل معانا التغطية هنجيبكو بيت سمسم محمص كده حلو ومتنقي طبعا هحط عليها بقى معلقتين كبار من السكر معلقة سمنة وقلبهم مع بعض كويس وده هيبقى الوش بتاع القرص تحفة يلا بينا بقى نشكل القرص بتاعتنا العجينة بتاعتنا لكور متسوية الحجم قد اللمونة الكبيرة شوية هكور كور متسوية لغاية ما خلصها بالشكل ده وبعد كده هبتدي بقى ايه احشيها واخدها نزلها في السمسم وحاولي بقى ايه ترسيها في صاد ما يكونش مدون حاجة بالشكل ده اهو نمسكها كده وننزلها في السمسم اهو بالشكل ده ما تبططيهاش او يده بقى كده حاجة بسيطة خالص سيبيها بقى في مكان دافي تخمر ويتضاعف حجمها تقعد قد ايه حوالي نوص ساعة وهنا بعد ما خمرت بصوا قبت ازاي اكتر شايفين ما شاء الله يلا بينا بقى الفرن بتاعنا سخن جدا جدا مشغالين وربع ساعة الفاضي على درجة حرارة عالية على درجة حرارة عندك والرف اقرب للارضية لغاية ما تاخد لون وتتحمل وتبقى بالشكل ده يا خبر على الريحة يا خبر على الجمال بجد وهمية وطريقتها سهلة ومقدرها سهل جدا انك انتي تحفظيها طبعا تقدري تحطيها في الفريزر تعبيها في اكياس او تحطيها في علبة وفي الفريزر وتطلعي منها بقى جنب كوباية الشاي كده وبالفة هنا عايز اقول لكم بصوا قبت ازاي جماعة من جوة يا خبر على الجمال بجد خطيرة لازم تجربوها الطعم بقى مش قادر اقول لكم قد ايه جميل وسهلة وبسيطة يلا بقى عايزكم تجربو وتقولولي رأيكو ايه شكرا